التوجه فيما يخص التعامل مع يوم الاثنين القادم اللي هو طبعا مناسبة شام النسيم ان احنا ناخد بعض الاجراءات المتشددة في التعامل مع هذا اليوم بالذات ان احنا يمكن حنبقى التعامل مع يوم شام النسيم حيطبق عليه نفس الاجراءات الخاصة بيومي الجمعة والسبت اللي احنا عارفين اللي اللي بيتم فيهم من غلق كامل للمحال التجارية والمولات وان احنا يمكن الاهم مع هذا الموضوع ان احنا بنؤكد وده يمكن اللي اكدته لكل السادة المحافظين ووزارة الداخلية حتبقى موجودة معانا على الارض في التنفيذ غلق كامل لكل المتنزهات والحضائق العامة والشواطئ والاماكن اللي بيبقى ممكن فيها اي نوع من التجمعات اللي هو طبقا للاجراءات اللي احنا واخدينها فيما يخص يومي الجمعة والسبت ولكن بالاضافة الى هذا الموضوع وفي ضوء ان احنا عارفين ان بيبقى الحركة فيه كبيرة ايضا كان التوجيه النهاردة والقرار انه سيتم اقاف في يوم الاثنين كافة وسائل النقل العام في هذا اليوم وبالتالي انا بتكلم هنا على السكة الحديد وعلى متر الانفاء وعلى الاوتوبيسات النقل العام وايضا وسائل النقل النهري والحركة النهرية والاهم كمان ايضا ايقاف كل اوتوبيسات الرحلات اللي بتنتقل ما بين المحافظات او ما بين المدن والشواطئ في هذا اليوم علشان كل ده نحد من الكسفات اللي ممكن انها الطبيعي انها بتحصل في هذا المكان انا عارف ان هذه الاجراءات كلها الحقيقة ممكن تكون فيها نوع من الشدة على المواطنين بالذات في يوم زي ده احنا كلنا كموروث ثقافي متعودين ان احنا نخرج فيه ويمكن الحكومة يعني مقدرة تماما يعني رغبة المواطن المصري في الاحتفال بهذا اليوم ولكن ايضا احنا بننظر للصالح العام وصحة المواطن والحرص ان بقدر الامكان ان احنا نخرج في هذا اليوم باقل قدر من التزاحم واقل قدر من التجمعات الكبيرة اللي ممكن لقدر الله وممكن ينشأ عنها معدل اصابات يتزايد عن الخطط والمخططات اللي احنا وضعينا وانا عايز اكد على هذا الموضوع لان احنا شفنا ودرسنا ان في بعض الدول كان سبب تزايد الاعداد بسبب ان كان هناك معض المناسبات الخاصة في هذه الدول اللي حصل فيها تزاحم شديد للمواطنين وبالتالي ادى الى انتشار للمرض بارقام كبيرة عشان كده مرة اخرى وفي النهاية انا بأكد ان احنا بناخد هذه الاجراءات ونعلم كدولة انها ممكن تكون يعني شديدة على المواطن المصري في هذا اليوم بالذات ولكن كل ده هو منطلقنا وهدفنا الاول والاخير هو صحة المواطن شكرا للمشاهدة